عبارة عن صور نادرة للست ولسم الله عليك ثلاث شونة يد ومعلقتين فضة معلوم اسمها وفي يعني يتيير مش فاكرة بالضبط لبسة يعني ملابسة ملابسة بس اتحاولت اصلا انها فاكرة من جاكت او حاجة والله يا بنتي نسيت كنت انت رفضة اصلا اي حد ياخد اي حاجة ملابسة اه انا كنت رفضة لكن كتير خادوا مني ويقوم بتوع ماتحف المسترلي اخدوا مني برضو خساتين اصبور بتاعتي من عندي انت الحاجات دي غالية عليك يا علشان من السيدة ما كانش غالية غالية يا ما اغلاش بقى على ربنا الست ولا حاجتها ايه كلمينا بقى عن مكسومي تعتبر هي اللي مربياني هي مربياني انا واخوية يتقامة وابني لما رحت به صلت والده زي صلت انا بيها لان انا والده ولاد عمي ربيتلي ابن الستوشور كنت راح تعالج بأدايا عند الدكتور حسن الحفناوي وقبل كده كنت برح ستوش ورحسانة هي اللي قيمة على رعايتنا بعد ربنا وعملت لكل الحلوة انا واخوية وامي عشان كده حاجتها غالية قوي والله يا ابني لما بيسمحها عادل في التلفزيون او في الراديو بيعيط بيفكي هي اللي تكفلت بيكم مدة طويلة وعيشتكم على في الفيلا اه عيشتنا عيشت ملوك انا سمعتك كمان الملكة لله اه انت قلتلي دلوقتي ايام النكسة وايام سبعة وستين اخدت منك دهب وقالت انا علب الدهب كده ومن اللي اسرة كلها مش انا بس قالت عيب ان نتحلى بالدهب واونعينه وكانت عاملة الهلال الاحمر وكانت جابت الملك فصل نزل يعني هي عملت عمل لدولتها القلادة بقى يعني هي اهداتك بها ازاي ايه الموقف اللي هي اهداتك في اله هي جالها من ملك المانيا هداها بقلادك بقى ملهاش حاصر هدت الدكاترة والصحابها والوزراء واللي قلت له احنا راح في هدية احنا في البيت كل واحدة القلادة كل العلفان عالسانة بقى اه نعم من كم سنة؟ لا دا من كم سنة دا من حوالي السبعة لا اه 68 69 70 اوه من ضمن المجتمعات دي انت قلت اني فيه صور نادرة والله فيها والسادة عم والله فيها والسادة عم صور تحفة صورة خرز وكان بعت لها برضو صور على اطفاق كده زي البمبونية ومتبروزة تحفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة